فكذلك حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر أموراً ثمانية ذكر هذه الأمور الثمانية التي هي من ضروريات حياة الإنسان ومما يرتبط حب الإنسان بها وقدم حب الله ورسوله عليها وتوعد من قدم حب واحد من هذه الأمور على حب الله ورسوله وجهاد في سبيله توعده بقوله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره ثم فسقهم بذلك ثم فسقهم بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعزروه ويوقروه فقال تعالى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن كان نفسه أولى به من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يتحقق فيه لم تتحقق فيه صفة الإيمان قال الله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤكد ذلك ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر والذي نفسي بيده لأنت يا رسول الله أحب إليه إلا من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حتى أكون أحب إليه من نفسك فقال عمر والذي نفسي بيده الآن لأنت أحب إليه من نفسي فقال الآن يا عمر وهكذا وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها تؤكد أن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان وأن إيمان المرء لا يتحقق حتى يحب رسول الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ما يحب الله وفوق ما يحب كل شيء فوق ما يحب نفسه فلذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم جيل القرآن هم جيل القرآن وهم الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولازموه وعرفوا أحواله وأخلاقه وسفاته النبيلة وأخلاقه الظاهرة وعرأوا كلما يستدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأوا من أحواله ما يحملهم على محبته صلى الله عليه وآله وسلم فلجيل الصحابة الذي هو جيل القرآن الذي تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي تمثل فيهم الإسلام تمثل فيهم الإسلام بصفائه ونقائه وجماله والذين كانت حياتهم ترجمة عملية لهذا الدين كانوا قد ضربوا أرواع أمثلة لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم ينبغي أو يجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية محبة تفوق كل محبة وترجموا ذلك فعلياً عملياً في حياتهم وسلوكهم فإذا أردنا أن نتمثل حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنتمثل حياة هؤلاء الصحابة الذين هم في الحقيقة ترجمة فعلية لهذا الدين وتمثلت فيهم وتمثلت فيهم شعائر هذا الدين وتعاليم هذا الدين تمثلت في حياتهم فإذا أردنا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبة حقيقية فلابد أن نتمثل هؤلاء وأن نخطو خطاهم وأن نسلك سبيلهم ونتعلم منهم كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إننا تعلمنا من حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم حياتهم معهم أعرفنا كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليست محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة تقال ولا شعارا يرفع ولا عناشيدة غناء ولا كلمات ولا حفلات وإنما هي حقائق وطاعات وأسوة نتمثل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها فقد أحب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم أحبوه محبة لم يحبه لم يحب أحد قبلهم ولا بعدهم مثل ما أحبوه فقد شهد بذلك عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إسلامه لصلح الحديبية ورأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم محاطين به ورأوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحالة التي رأوهم فيها قال ما أرى إلا أوشابا ما أرى إلا أوشابا كانوا أن يفروا ويتركوك يعني أنه رأى أن هؤلاء السحابة ربما قد لا يستطيعون الصبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودفاعا وأنهم قد يفرون منه لكنه رأوا من حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يفوق الوصف فرأى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكاد يتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا ابتدروا أمره وما توضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا يكاد أن يقتتلوا على وضوئه فلما رأى ذلك عروة بن مسعود الثقفي وذهب إلى قومه من قريش قال لهم أو قوة أي قوم إني رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق ما يحب أحد أحدا لقد رأيت لقد رأيت الملوك ووفدت على قيسرة وكسرة والنجاش فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخابة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده وما أمر بأمر إلا ابتدروا أمره وما توضأ وضوءا إلا كانوا يقتتلوا على وضوئه هكذا كان محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وكانوا يجلونه ويحترمونه فوق ما يحترم كل أحد أحدا حتى كان عمر بن العاص لما أصلم قال لم يكن أحد أحب إلي ولا أجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لو طلب مني أن أصفه ما سطعت أن أسفه لأني ما سطعت أن أملأ عيني منه صلى الله عليه وآله وسلم إجلالاً وهيباً كان يجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهابه فما يستطيع أن يحد نظره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمع ما ملأ قلبه من محبته وإجلاله إلا أنه لا يستطيع أن يسفه لأنه ما كان يحد إليه النظر صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يجلسون فكأنما على رؤوسهم الطير ما كانوا يرفعون رؤوسهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحدون إليه النظر كانوا كثيرين كانوا مطاعين له مستجيبين لأمره فما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره وما نهاهم عن شيء إلا انتهوا منه هكذا كانت محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرسول الله كانت طاعته وامتثال أمره واتباع سنته والانتهاء مما نها عنه وهكذا ينبقي أن تكون محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون ترجمة فعلية لهذا الدين أن تكون طاعة لله ورسوله أن تكون وقوفا عند حدود الله أن تكون أمر أن تكون فعلا أن تكون امتثالا لأوامر الله عز وجل ورسوله أن تكون انتهاءا مما نها الله ورسوله عنه هكذا ينبقي أن تكون محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتمثل الإسلام في أقيدتنا وفي عبادتنا وأن نتمثل الإسلام في سلوكنا وأخلاقنا أن نتمثل الإسلام في جميع نواحي حياتنا في حياتنا الفردية وفي حياتنا الجماعية في حياتنا في بيوتنا في أسواقنا مما أنفسنا مما غيرنا مما أحبابنا وأعدائنا أن نتمثل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وأن يكون ذلك منهجا لنا في حياتنا هذه هي محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ينبقي أن تكون وكما كانت في جيل سحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وكما كانت في جيل سحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما كانت في جيل سحابة رسول الله وآله وسلم كما كانت في جيل سحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبا شكا واننا آية دا سورن آيوه دا حديثي نمائكي صلى الله عليه وآله وسلم وادا نسكي تبط تدچي وانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوشي إني دا کچکين تُساق كو کمر كنن الدين المسلم كما كانت في جيل سما ماسلمين كما كان المسلمين وانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جد يدكي صم قومي سن النبي صلى الله عليه وآله 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 سن النبي صلى الله عليه وآله سن النبي صلى الله عليه وآله وآله سن النبي صلى الله عليه وآله سن النبي صلى الله عليه وآله 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 سن النبي صلى الله عليه وآله 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 سن النبي صلى الله عليه وآله وآله سن النبي صلى الله عليه وآله 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 سن النبي صلى الله عليه وآله 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 سن النبي صلى الله عليه وآله سن النبي صلى الله عليه وآله 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر